ما كان أبرتيا؟ مربطنا والوحدة ما حسيت بيها يعني طبيعي الموضوع مربطنا الثاني أنا صرخت شعب ألمها قوي أوهود شابة أصيبت بحالة مرضية قامت بمراجعة طبيبة بشكل طبيعي يعني وصفت هاي الطبيبة علاج إلها منظم أنها كان يعني أبرتين قامت الممرضة بحقنها بالأبرة الأولى يعني مشت الأمور طبيعية لكن الأبرة الثانية تسببت إلها بالشلل وأجبرتها على أن تكون أسيرة من الكرسي المتحرك وبسنوات هذه القصة هي يعني هذه الشابة تتحدث أنه كان معاها خطأ طبي أدى بها إلى هذا الحال وكذلك يعني تبحث عن حل قانوني لذلك إحنا شباب سوا وياه هذا اللقاء من كربلا وتحدثت لنا عن تفاصيل ما حدث لها حد ما وصل بها الحال أنه كانت على كرسي متحرك خلونا نشوف كانت عندي مشكلة نسائية فرحت لدكتورة النسائية هنا بالهندية عندنا انطعتني علاجات ضربتني وصفة بها عبر خلتها وقالت لي ضربها معي مضمدة اللي هي تحت إيدها فهنا كان عبر ثاني ضربتني أول واحدة ما حسيت بيها يعني طبيعي الموضوع ضربتني الثاني يعني صراخت كانت ألمها قوي والعفو كان يطلع دم نفس المكان فقلتها كان قولي أنت تحركتي ثاني يوم ساعة الأربع العصر تقريبا واقفين احنا دل الشاقان والبنات وفجأة وقعت من طولي رجلي حسيتها عبارة عن صحات خيط اللي ما قدر أوقفها فأخذاني المستشفى قالوا ما بيها شي دقات قالوا فيها طبيعية نمطاتها كل شو ما بيها يعني مو جلطة أو شي فبقيت تقريبا على هالحالة خمسة يام أنا يوميا رح هي المستشفى آخر شي رح الطبيبة خصة جملة عصبية فحواني تخطط عصب أول ما طبقت تخطط العصب من شافتي تشحالتي قلت لي ما مضربة أبرع قلت عن ضربة أبرع قبل خمسة يام تقريبا فمن شفت التخطط قلت أن الأبرع كان مكانة غلط ضربتني بالعصب النسوي صار شي لديك برجلية اليسرة سقوط قدم إنه أنا ما قدر أقب بعد عليها واستمرت بعلاجات ورحت لهم قلت سأل المضمدة قلت أنه أنت ضربتين أبرع بالغلط وهي تحالتي بقيت طبقت للدكتورة تأل المضمدة لتحد إليك بس أريد اسمها آني أو أنت حتو ياهن أنت ضربتين قلت لها أنت جئتين مريضة قلت لها أنت جئتين مريضة وأن هذه الصورة تثبت أنني أمشي وكل ما بيأت شنس قلت لها غلطانة سويت دعوة قضائية حتى الدكتورة قالت أنني ما عرفها هاي ما عدري ميني جئتني اللي عرفة أنه هي بالاسم بس أماميار ما عرف اسمها قلت لها أنت جوزي قلت لها أنت ما تعرفي شون مشغلتها يامج يعني شون موظفتها يامج قالت لا هيجي انقهارت عليها بل عبارة قالت لي فأنا طلعت رحت رفاعة دعوة قضائية قلت لهم هي شويش أستالفة ومشت المحكمة قالوا وطينا مواصفات المكان اللي طبيت بي فوصفت لهم إياه ومقبل اللي يقولوني يعني هما رايحين شايفين الوضعية ومصورين المكان فبن قلت لهم هم راحة هما راحة مرة ثانية لقوا المكان اللي ضربتني بي بناء بناء جديد يعني هم خلي عليها تخم قنافات ويجي سادته شنو اللي ببالها انواني اضرب تحت منقابل الدكتورة الدكتورة شاهدة على ضربتي بناء اضربها اي فمو من هاي اللحظة لها يعني ابد لا شفت دعوة قبائية مشيت وكل يوميا محاولين على تخطيط وكل يوميا محاولين على فحص مو على شو اضربت محاولين على فحص كل يوميا زلان الفحوصات يعني اللي طربتك الابرة انو مو يمطل ابد ابد مو يمطل شون عرفت لانواني اصلا قلت لها من رحت لها قلت لها اجازتك اريد اشوفها اعمل اذا عندك اجازة بقى ماني علاقة بيش الغلط مني كان نقول لان ما عندي اجازة روحي بهالعبارة قلت لي ياهي شاسم ياهي اي ف بالدعوة من المحكمة طبان القاضي دان نحت شويش سالفت الحالة وشارت عدي تقارير وانت ثبت انو هاي اوبرا حتى مو التخطيط اللي سوت لي الابرة بالبداية وقالت انو هاي الابرة بالغلط نكرت قالت انا لا شايفتش ولا عارفش قلت زيانو ما شايفت نانو ياتش هذا التقريرك وهذا خاتمش وهذا توقيعك امين ذني ليش ما تخافون يعني ليش ما تخافون الله وتحكوني الحق فما حجت بعد والدكتور اللي قال لي هم ابو الجملة العصبية توقفت هاي بقربتش اوبرا توقفت تلت سيام وطلعوها بس غيرها ما توقفت قلت لي انسان نشذب عليك واني صال لي خمس سنوات محرومة من الطلعة محرومة من المشي قلت ليش هاي شايفتش ذنب يقاعدة بالعربانة وهي قاعدة حرة طاليقة دا تمشوا دا تحكي كل شما بها زين يجي عمامها يقولوا نبطيكم خمسمائة الاف وست دو سالف قلت لي مان ما رأي دا فلوس انا مثل ما رحت لها ما بي اشي ترجعني ما بي اشي عسوة تصرف علي روبع دينار ترجعني ما بي اشي فاني هسا اناشد انه يشوفون حالتي تبعون حالة اداعيها قضائية انا في وزارة الصحة تنتبه على عيادات هاي زين اي اي انا شدها أي لانه داي شغلون احد انه ما عنده اختصاص يعني تجي كي من البيت وتروح تضرب اوبار زين احنا شو ندم ان نستقر جو ايدهم احنا مان نذنب انا من والد الفهم ثلاثة زين اين اذنب اني قاعدة بالعربانة اليوم اسأل وزراء الكاظم وأسأل الوزير الصحة أنا لي ذنب قاعدة بالعربانة بهالعمر؟ ما لي ذنب أنا دراسة تركتها وحياتي خسارتها زين أنا داعيه منه يأخذون حقي من عدها وأني هما لي ذا حد يتكفر علاجي ألي ذا حد يشوف علاجي زين أنا سألا عملية نفعني لا علاجي نفعني ما لي ذنب أنا بيش بهالي الموضوع كله